بعد السئناف تصدير الحبوب الأوكرانية على إثر توقيع الاتفاق بين كييف وروسيا الذي دخل حيز التنفيذ غادرت أول سفينة تابعة للأمم المتحدة لنقل القمح الأوكراني من ميناء بيفديني في جنوب أوكرانيا متجهة إلى ثاني أكبر قارات العالم إفريقيا السفينة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة محملة بـ 23 ألف طن من القمح حسب ما أعلنت الوزارة الأوكرانية للبنى التحتية سفينة الشحن غادرت باتجاه ميناء جيبوتي وسيتم تسليم المواد الغدائية عند وصولها إلى المستهلكين في إثيوبيا حيث تعد الشحن الأولى من نوعها من المساعدات الغدائية التي تغادر أوكرانيا بعد توقيع الاتفاق بوساطة تركيا وبإشراف الأمم المتحدة وتعتبر أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول في العالم المصدرة للقمح الذي تشهد أسعاره ارتفاعا كبيرا بسبب الحرب التي اندلعت لأزيد من ستة أشهر برنامج الأغذية العالمي يؤكد أن أكثر من 340 مليون شخص في 82 بلدا يواجهون اليوم انعداما في الأمن الغذائي وهو رقم قياسي غير مسبق فيما تهدد المجاعة نحو 50 مليون شخص في 45 بلدا إن لم يحصلوا على مساعدات إنسانية ترجمة نانسي قنقر